الدابليو دي فورتي بيستخدم في فك المصامير العالقة او المصدية او اللي فيها مشكلة بيستخدم في تلميع الاطارات او الكفرات الخاصة بسيارتك بيستخدم في نظافة الكشفات الامامية بيستخدم في تليين المفاصل بتاعت ابواب السيارة بيستخدم في تلميع الكشفات الخلفية بيستخدم في ازالة الحكات والبوية بيستخدم في نظافة المحرك والليات والاهواز اللي موجودة في المحرك بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم حلقة جديدة يا رب تعجبكم لا شك ان الدابليو دي فورتي له وظائف كتيرة جدا في وظائف بنعملها خطأ ولها تصحيح هنقول عليه في فوائد كتيرة جدا للدابليو دي فورتي هنروح مع بعض نشوفها بالتفصيل كل شيء عنها هنروح لكاتالوج الشركة او الملف اللي فيه 2000 وظيفة تقريبا مش هنقدر نذكرهم كلهم ولكن هناخد الوظائف المهمة اللي تهمنا وبعد كده نروح للتحذيرات ونشوف الكوارث اللي ممكن نعملها بالاستخدام الخاطئ للدابليو دي فورتي واننتقل للجانب العملي بعد الفاصل ده الكتاب اللي فيه 2000 استخدام للدابليو دي فورتي حرفق لحضراتكم الرابط اسفل الفيديو هنلاقي هنا فيه استخدامات عديدة جدا في النقل والمواصلات وداخل المنزل وفي السحراء وفي الجليد وفي كل شيء زي ما حضراتكم شايفين كده 2000 استخدام هتقدر من الملف بكل سهولة ان انت تاخد الجزء اللي انت عايز تترجمه هنشوف مثلا الجزء اللي يخصين احنا الخاص بالسيانة هنا لو رحنا للنقل وروحنا لترجمة جوجل هنا هنلاقي في النقل في السيارات هنلاقي حاجات كتيرة جدا نظافة الاطارات والنظافة الجانبية للهيكل الخاص بالسيارة ويضيء اطارات السيارة وينظف البراغي الصدقة او المصامير حاجات كتيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين كده ده بس في جزء النقل الخاص بالسيارات هنا يزيل محاول الدفع الرباعي لتخفيف اجراءات النقل يعني بيشيل الصدى اللي موجود فيها هنا هنلاقي هو يزيل الرطوبة من المفصلات العلوية القابلة للتحويل يمنع اقفال السيارة من التجمد يعني القفل بتاع السيارة نفسه مايبقاش هارد او ماسك في الفتح والقفل هنا يزيل المطاط المذاب من انابيب العادم تشحيم التروس تشحيم المفصلات الخاصة بالسيارة كل شيء بالتفصيل يمنع التآكل في الجسم بتاع السيارة نفسه حاجات كتيرة جدا اكتر من 2000 استخدام للWD40 ياريت حضراتكم تشوفوا الملف ده مهم جدا هتطالعوا عليه وكل شيء فيه موثق من موقع WD40 عشان نقدر بكل سهولة ان احنا نستخدمه بدون مشاكل هتروح مع بعض نشوف الاستخدامات الخطرة جدا واللي فيها مشاكل واللي ممكن تعمل لنا كوارث كبيرة جدا هنشوفها مع بعض بالتفصيل عشان ناخد بالنا وناخد حضرنا من استخدام الWD40 في هذه المجالات او في هذه الاجزاء في السيارة ممنوع ما انا عمبتن ان انا ارش الWD40 على الافياش الخاصة بالحساسات او اي نقاط توصيل موجودة عندي ده حساس النوك سنسور او حساس الطرق هنبدأ في اياس المقاومة الخاصة به قبل ما نرش الWD40 وبعد كده نقيس المقاومة بعد ما نرش الWD40 ونشوف المقاومة هتتغير معانا ولا لا هنبدأ نجيب على الوم ونبدأ في قياس المقاومة هننتظر لحد ما تثبت اديتني اربعة وستة وتمانين من مية ميجا او اربعة وستة وتمانين من مية هنبدأ في راش الWD40 ونبدأ بقياس المقاومة طبعا ابعد ايدي عن الاطراف عشان ما توصلش اي مقاومة من ايدي هنلاحظ ان المقاومة بتتغير معايا هزا ما حالاتكم شايفين بتعلق وتنزل دليل ان في باد كونتكت او توصيل غير جيد ده معناه ان الWD40 بيعمل مشكلة طب لو حصلت معايا حل المشكلة دي ازاي هفتح الفيش نفسه ورش CRC او المنظف التلامسي يبقى دايما استخدم في الالكترونيكس او في اطراف التوصيل استخدم CRC او المنظف التلامسي هرش CRC او المنظف التلامسي كده وفي الفيش نفسه بتاع الحساس المنظف التلامسي حيذيب الزيوت اللي موجودة في CRC ويشتغل معاك الحساس عادي مفيش فيه اي مشكلة يبقى كده احضر من رش الWD40 على اطراف التوصيل بتاعت الحساسات لو عندي جهاز لوحي او جهاز الكتروني ماينفعش ان انا ارش على الازرار الخاصة بالجهاز نفسه وده WD40 عشان هيعمل لي مشكلة وهيحصل خلل في التوصيل وايضا مهم جدا تنظيف الحساسات بيبقى بالCRC عشان السنسور نفسه زي ما حضارك شايفين كده فيه السنسور بتاع الحرارة وفيه السنسور التاني الخاص بالماب سنسور او الماب سنسور بتبقى سنسور زي كده دقيقة لو جي عليها اي زيت من الWD40 هيعمل لي مشكلة كبيرة لو عايز انظف الاطارات او المع الاطارات مفيش مشكلة المع بالWD40 ولكن وجهة نظري الشخصية ان انا بعدها ممكن انظف باي منظف او مية بصابون عادية وانا بلين المفصلات ملحوظة مهمة جدا لازم انشف الWD40 المتبقي عشان ما يلمش اتربة ويعمل لي مشكلة كبيرة مستقبلا عايز انظف الكشفات مفيش مشكلة ولكن ممكن بشوية مية وصابون بعد كده وانظف الكشف بعد ما نظفت او شيلت الرواسب او العوالق اللي كانت موجودة على الكشف نتيجة للحرارة والغبار وغيره بعد منها اقدر اغسل بمية وصابون اقدر انظف الكشفات الخلفية كل شيء انظفه ولكن يا اما ازيل المتبقي من الWD40 عشان ما يلمش الاتربة او انظف بمية وصابون المكان اللي انا غسلته بالWD40 حاجات كتيرة جدا ممكن اعملها بكل سهولة ازيت المفاصل الخاصة بالاذرع بتاعت المساحات مهم جدا عشان بتتلف او بيتراكم عليها الصادة في فصل الشتاء اقدر اغسل المحرك اقدر اعمل كل شيء زي ما حضرتكم شفته 2000 وظيفة للWD40 وممكن كمان ان انا اغسل المحرك بالكامل والمانيفولد وغيره ولكن زي ما قلت لحضراتكم مهم جدا انشف مكان ما اشتغلت عشان اضمن ان ما فيش بقايا من الزيت المتبقي من الWD40 ويرب حضراتكم تكونوا استفدتم وشكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة